مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة والأخوات مثلنا في هذه الحلقة من أمثال القرآن هو قول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم إنه مثل عظيم في الترغيب في الصدقة والحث على الإنفاق في سبيل الله والكرم في العطاء لأجل دين الله إن صاحب ذلك شريف النفس صدقته برهان وحجة على صدق إيمانه يأتي صاحبها في ظلها يوم القيامة تقيه في الدنيا مصارع السوء وتكفر عنه في الآخرة الذنوب تطفئ غضب الرب وتبارك في المال وتزيده يخلف الله على صاحبها ويتقبلها منه ويضاعف له أجرها حتى تكون أعظم من الجبل كما قال تعالى ويربي الصدقات وقال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين جاء في الحديث الصحيح من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه يعني الصغير من الخيل فلوه قال حتى تكون يعني الصدقة مثل الجبل رواه البخاري ومسلم وجاء في الحديث الصحيح قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك رواه البخاري ومسلم وعد الله سبحانه المنفق في سبيله ولأجله وفي مرضاته بالمضاعف العظيمة وقد جاء في الحديث كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي رواه البخاري ومسلم لما جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة يعني من تمام صدقته أراد أن تصدق بالناقة جعل لها خطاما تقاد به كملها كامل حتى الخطام جاء به فقال للنبي عليه الصلاة والسلام هذه في سبيل الله هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة رواه مسلم كما جئت بصدقتك تامة وافية لك بها سبعمائة يوم القيامة الله كريم ومضاعفة لا تقف عند العشر تستمر إلى أضعاف كثيرة بحسب بحسب صدق العامل وبذله وقد يكون يحتاج المال ويعطيه يؤثر يؤثر على نفسه قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون بيّن تعالى في هذا المثل في سورة البقرة المضاعفة وتضعيف الأجر لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته المضاعفة الحسنة بعشر أمثال إلى سبعمائة ضعف قال تعالى قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم تشمل عقارات منافع نقود منابس سيارات يعني أعيان خدمات ما يسمونه اليوم خدمات قد يتصدق واحد بصيانة قد يتصدق بأن يحمل على ظهره قد يتصدق بوقته قد يتصدق برأيه يتصدق بماله المال كل ما يتمول فسواء كان منقولا أو غير منقول يعني مثل الدراهم الدنانير أو عقار مثلا ملام لباس كله شبهه تعالى بمن بذر بذرا فأنبتت كل حب زرعها سبع سنابل اجتملت كل سنبلة من هذه السنابل السبعة على مئة حبة ما هو المجموع سبع مئة فقال تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة هذا المشهد حبة أنبتت سبع سنابل يعني مشهد معروف لأصحاب الزراعة شكل القمح السنابل لما تنمو تظهر يضرب لنا مثلا بشيء كأننا نشاهد كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة يعني مثلا مفصل كأنك تنظر إليه في الطبيعة في الزرع فيقوى فيقوى شاهد الإيمان في القلب وتنقاد النفس للإنفاق وتسخو اليد مؤملة هذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائة فإن فيه إشارة إلى أن هذه الأعمال ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمى الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة وتأمل في الآية كيف جمع السنبلة على سنابل ما قال سنبلات سنبلات جمع قلة سنابل جمع كثرة لأن المقام مقام تكثير وتضعيف بخلاف ما جاء في سورة يوسف سنبلات لأن سبعة جمع قلة ولا مقتضى للتكثير ثم قال سبحانه والله يضاعف لمن يشاء إذن حتى المضاعفة ما تقف عند السبعمائة ممكن تصبح سبعة آلاف وسبعة ملايين وسبعة وهكذا بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وصدقه وعسانه وما فكت به نفقته من أزمات المسلمين وما حلت من مشكلاتهم وما نفعت فالصدقاء يعني صدقات تتفاوت بما في قلب صاحبة من الإخلاص إخلاص هذا غير إخلاص هذا وبقدرها مثلاً هذا أنفق أنفق ألفاً هذا عشرة آلاف هذا مئة ألف وبالحاجة إليها وبوقوعها في موقعها يعني شمول المنفعة شدة الحاجة بقاء الأثر ودوامه اعتبارات متعددة والله عز وجل يضاعف لمن يشاء ليس لكل من أعطى وقد يعطي بعضهم رياء فثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يكون في القلب من الإيمان والإخلاص وبعض الناس ينفق ثم يندم بعض الناس ينفق متردداً بعض الناس ينفق يمضي يعزم إذن هم يتفاوتون فتتفاوت أجورهم إخراج المال بقلب ثابت وقد انشرح صدره بإخراجه وسمحت به نفسه فهو ثابت القلب عند إخراجه كما قال تعالى ومثل الذين يوفقون أموان وابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة الآية يتفاوت الإنفاق بحسب نفعه ومصارفه بمواقعه وبحسب طيب صاحبه طيب نفس صاحبه وبعض طرق الخيرات والنفقات فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه هنا في الجانب في جانب المنفق في عندنا منفق ونفقه يعني صدقه وهناك المشبه به باذر وبذر فذكر من كل جانب أهم شقيه يعني الآن مثل الذين ينفقون أموالهم ما هو الأهم الآن المنفق ولا النفق والنفق والنفق المنفق كمثل حبة أيوم أهم الآن يعني الباذر والزارع والفلاح ولا البذرة والحبة الحبة فلذلك ذكر من كل طرف أهم شقيه قال والله واسع يعني واسع الفضل واسع العطاء عليم بما في النفوس وعليم بمواقع الصدقات وعليم بمن هو أهل للمضاعفة فلذلك المثل هذا يدفعنا إلى السخاء والجود والبذل ولاحظوا الإشارة إلى إخفاء الصدقة لأن البذرة أين توضع تحت الأرض الحبة تحت الأرض لكن تخرج وإذا كانت الأرض زكية فالنماء والغلة عظيمة المثل حقيقة فيه مجال كبير للتأمل وبالمناسبة كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يضاعف أجورنا إنه واسع كريم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر